اتصلنا بالأستاذة سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر وقالت انها هتدخل معانا منتظرنها هنخرج فاصل ونستنى انها تدخل لانها قالت بترد لا ما بتردش يعني احنا ممكن يكون عند وجهة نظر تانية من حقها انها تقولها ومن حقنا ان احنا نسمعها ومستعدين ان احنا نروح لبيت حلمي بكر اي مكان في الشرقية في اي مكان عشان نصوره ونسجل معاه هذه وجهة نظر ابنه والاستاذة نادية مصطفى اللي هي صديقة مقربة وايضا عضو نقابة الموسيقيين والاستاذ مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية نتمنى ان احنا نسمع وجهة نظر الاستاذة سماح لانها زوجته ونتأكد من صحة وسلامة حالة الاستاذ حلمي بكر وياريت نطمن عليه يعني مدام سماح احنا هدفنا من هذا النقاش ان احنا نطمئن كجمهور وكاعلام على موسيقار مهم جدا في حياتنا على الاستاذ حلمي بكر يعني هو ممكن يكون زوجك لكن هو بالنسبة لنا فنان وجزء من التاريخ الموسيقي المصري خلينا نخرج فاصل ونحن في انتظار انها تتصل يعني نعرف نوصلها احنا اتصلنا بيها قالت هدخل وبعدين ما بتردش دلوقتي فمنتظرنا انها ترجع لينا مرة اخرى ترجمة نانسي قنقر